يا مساء الخير عليكم كان عندي كيك في البيت يعني نشفة شوية كتطلعة مكتومة مع جبت ناش في قاعدة ما تتكلتش نرميها لأ مش هينفع نرميها طبعا هنعمل فيها ايه نهاردة قلت اعمل بيها ليزي كيك ليزي كيك من الحاجات اللي ينفع تتعامل بالكيك من بواقي الكيك وممكن تتعامل بالبسكوت فالنهاردة هنشوف طريقتها ازاي نعملها بالكيك اول حاجة هنعملها ان احنا هنقطع الكيك متكونش قطع صغيرة قوي بس تكون يعني قطع كده متوسطة علشان تبين في اللصاص بتاع الشوكولاتة بصوا حتى وانا بقطع الكيك الكيك قاسي شوية ناشف فدي احد الحلول اللي هتكون لطيفة جدا وهتعجب كل اللي في البيت طبعا محدش يختلف على ليزي كيك من احلى الكيكات اللي ممكن داكلوها كده انا قطعتها كلها يعني كانت عندي فانيليا على شوكولاتة هنشوف بقى هنعمل ايه تاني تاني حاجة معينا هي الصاص فحل كده على النار هنجيب تلات تربع كوباية من الكاكاو الخام ومعاها كوباية من السكر لو عايدين تقللوا السكر شوية ممكن تخلوها تلات تربع وتلات تربع مفيش مشكلة هنقلب بقى الاول على البارد ليه احنا بنقلب كده علشان نشيل كل التكتلات اللي موجودة في الكاكاو وفي السكر فتدوب مع بعض كويس هنتأكد كده ان كل التكتلات راحت احنا كل ده طبعا لسه شغالين على البارد ما فتحناش خالص النار وبعد كده هننزل بكوباية من اللبن انزلوا الاول بتلات تربع كوباية اللبن وبعد كده انزلوا بالربع التانية لو احتاجته هنا انا نزلت بتلات تربع كوباية الاول نقلب بقى كده كله مع بعضه يفضل ان احنا نستخدم الكاكاو الخام ما نستخدمش النسكويك النسكويك بيبقى محلق وبحس ان هو شوية لما باستخدمه في صاصر شوكولاتة ما بيديش نفس الطعم الغني بتاع الكاكاو الخام فنتيجة الكاكاو الخام بتبقى احسن كتير نقلب كده كله بقى ونفتح النار دايما وإحنا شغالين في صاصر شوكولاتة لازم نشتغل على نار هادية ماينفعش نشتغل على نار عالية هنا انا زودت بقى كمية اللبن اللي باقية ماينفعش ان احنا نشتغل على نار عالية لان الكاكاو ممكن يتحرق هتحسوا فيه بطعم كده للحرق كده كان خلاص ابتدى يسيح فاضل عندنا مكونين هم الزبدة هنستخدم على الكمية دي 100 جرام من الزبدة الغير مملحة زي الليرباك او الانجر او اي زبدة انتو بتحبوها المهم انها تكون مش مملحة وحاجة كمان الفانيلي هنحط ايه يعني حوالي نص معلقة صغيرة فانيلي انا هنا ما صورتاش قدام الكاميرا الكاميرا ما جبتهاش بس حطوها حطيت الاول نص الكمية بتاعت الزبدة وقلبت كانت النار هنا عالية شوية فهدتها وبعد كده هننزل بالنص التاني هنفضل بقى نقلب لحد اما الزبدة الدوب الزبدة هتديها لمحة حلوة وهتديها تماسك لما الصاص يدخل التلاجة او الفريزر تمام كده صاص الشوكولاتة يعتبر خلص هنرفعه من عالنار نسيبه يعني مثلا اربع خمس دقايق يهدى كده علشان ما يبقاش يعني سخن قوي يلسعكوا او كده هنجيب بقى الصاص بتاع الشوكولاتة وهنحطه على الكيك لما نيجي نقلب الصاص الشوكولاتة مع الكيك ما نقلبش جامد علشان الكيك متعجنش مننا نحاول كده بالراحة ان احنا نعمل زي فولدينج او ان احنا نطبق الحاجة على بعض بصوا هنقلب كده بالراحة انا دي السرعة لانا كنت بقلب بيها انا مش مبطقة الفيديو لحد ما نلاقي انه مثلا نقول 70-80% من الكيك كلها تغلفت بالشوكولاتة مش عايزين نغلفها برضو كلها بالشوكولاتة وهنيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة ان احنا نعملها بشكل استواني علشان ندخلها الفريزر هي كده تمام هنجيب بقى معنا ورق زبدة هنا انا قطعته بشكل مستطيل وهنحط الخليط عليها هي دي تعتبر يعني اسخف مرحلة لان هي بتزروة الدنيا شوية بس يعني هتتلمى بسرعة ما تقلقوش هننزل بقى كده عليها الخليط وهنعملها بشكل استواني وهنلف الورق الزبدة عليها ورق الزبدة هيسهل جدا ان انت لما تيجي تفكيها بعد كده مش هتكون لزقة في الكيك يعني انا جربت قبل كده ان هي تتعامل بالفويل الفويل ما نجحش قوي معايا لازم ورق زبدة من الاول من تحت ايوة نلمها كده هي سهلة جدا هنلمها كده بادينا بشكل استواني وهنقفل من الجنبين وبس مش هنعمل حاجة تاني ايوة نقفل عليها كده نحاول نخلي شكلها منتظم بادينا يعني بالعين المجردة كده بقى شكلها منتظم نقفل من الجناب كويس لان احنا برضو عايدين شكلها من الجناب يوقع كويس هنا انا حسيت ان انا محتاجة اديها طبقة تانية من الورق الزبدة عشان المكان المفتوح ده فقلت هديها طبقة تانية هنا انا جبت ورق زبدة تاني وهلفها بنفس الطريقة بس طبعا المراتي تبقى سهل كتير فيش زروطة هي ارادية لفت خلاص وشفتوا هي قد ايه سهلة وسريعة هي باخدتش مني وقت خالص هي بس هتاخد وقت لما تدخل بقى التلاجة زيها زي التشيز كيك والحاجات دي بتحتاج وقت علشان تسقع وتقدروا تقطعوها لكن في عميلها سهلة جدا هنقفل بقى من الجنبين وبعد كده عايزين تكتفوا بالمرحلة دي ماشي عايزين تحطوها في ورق فويل يعني عشان نحكم اغلاقها اكتر من كده انا عملت كده بصراحة لفيتها كمان بورقة فويل بنفس طريقة ورق الزبدة بالزبط وبس كده هندخلها بقى الفريزر نقدر ندخلها التلاجة لو يعني الفريزر مش متوفر ان احنا ندخلها فيه نقدر ندخلها التلاجة تقعد ليه لكاملة او ندخلها الفريزر على الاقل تلات ساعات تقدروا تزينوها بالشكل اللي انتوا عايزين وانا هنا اصلا ما زينتهاش انا بس طلعتها وقطعتها عايزين تحطوا عليها فواكه مجففة مكسرات يعني اللي تحبوه بقى ممكن تحطوا عليها كريم شانتي الجلاس تاع الشوكولاتة زبط فول سوداني فوزدو اي حاجة وهنا بعد ما تقطعت شكلها خطير القطع الكيك باينة فيها جربوها لو عندكم مثلا كيك مكتوم عندكم كيك مش عجبكوا قوي مش جاي على مزاككوا بايت بقى له كتير في البيت ومحدش عايز ياكله ان شاء الله هتعجبكم اكتبوا لي كده في الكومنتز ايه اكتر الحاجات اللي بتعملوا بيها الكيك البيت بتحبوا يعني تعيدوا تدويروا وكده ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتنزلوا وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر